أهلاً فيكم حبايبي برج الجدي سنرى ما هي توقعاتك العاطفية ومن وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً ستكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الجدي ممكن تحس أن بعض الأشياء اللي بحكيها أعتقدها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً مثل دائماً القراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع ولكن أنت خذ من الفيديو أو من القراءة الشي اللي بتحس أنه بفيدك أو بينطبق عليك ما تحاول تخلي قراءة تنطبق عليك عم شوفك أنت بدك علاقة أو بالمستقبل بتطمح بعلاقة أنه تكون هارمونيوس أو أنه تكون متناغمة ومتوازنة عم شوفك بالمستقبل تبحث عن التوازن وأغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني أو توازن بحالك أنت أيضاً واحدة من الأسباب بطاقتك في المستقبل أنه عندك Five of Swords Five of Swords أنت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك يعني أنت شخص عنيد جداً بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك ولو على حساب أنك تخسر ناس في الطريق أو تخسر علاقة أو تخسر حبيب عم شوفك برغم أنك بدك تحكي مع هالشخص وبرغم أنك بدك بداية جديدة مع هالشخص لأنه العام المشترك بينكم هون فيه بدي داعيات فإنت بدك بداية ولكن بدايتك فيها حكي فيها صراحة أكتر هو بده بداية عاطفية أكتر همشوف أنه أنت بالمستقبل ما بدك تتنازل عم تبحث عن الشفاء ما بدك تتنازل واحدة من الأسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم أو تأخر بالتواصل بينكم أنه أنت عم تنظر للأمور من منظور واحد من منظورك أنت بدك الأمور تمشيك مثل ما أنت بتريد وعم تعاند شوي طاقتك فيها شوي عيناد لأنه بدك توصل إلى النقطة اللي أنت بدك ياها أو بدك الشخص يعني بدك ياه يكون مرن أكتر بحيث أنه يمشي مع اللي أنت بدك ياه أو اللي أنت بتتوافق معه طيب بدنا نشوف هالشخص لأنه هو مبين أنه منطوي على حاله بهالفترة ولكن الرابطة الروحانية بينكم كتير قوية عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك أيضا بطريقة جسدية بطريقة شغوفة كتير فبندنا نشوف هالشخص هل رح ياخذ خطوة بالتقدم تجاهك هل بده يحكي معك شو رح يصير بعد فترة السكون هاي فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدمه لها إليك لأنه في عندك هالفارس على الخيل أو على الإحصان متجهي إلى مطرح متجهي إلى مطرحتك ورقة تقدم هاي وأيضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية ممكن البداية بينكم تكون أو ممكن الحكي بينكم يكون أو هالشخص يتقرب منك بطريقة أصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية هم شوف إنه هو بده يخليها عفوية أكتر بالبداية أو كبداية بده إياها تكون عفوية أكتر تبدأ بمنظور صداقة بعدا تنتهي إلى ارتباط أو تنتهي إلى حتى هالشخص ممكن يعترف لك لحقيقة مشاعره أو مدى عمق مشاعره إنت ممكن أصلاً ما تتوقع أو ما تفهم أو ما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص تجاهك بالنسبة لـ تحكي عن صلمات وأيضاً تحكي عن اتخاذ قرار فبدنا نشوف لأنه هالطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدوا انتم كطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف إذا الأوراق راح تكون متناغمة مع بعض أو راح تكون متضاربة يعني بدنا نشوف إذا راح توصلوا لنفس الاستنتاج أو راح تكونوا في مطرحين مختلفين فكرياً عقلياً فبدايات جديدة راح تكون بدايات جديدة بالحكي راح تكون ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك أو ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لأنه هاي فقط ترمز إلى الـ ترمز أيضاً إلى اعترافات فأي إشي كان مخبة بينكم راح تحكوا فيه أيضاً راح تشاركوا لبعض أو راح تحكوا لبعض عن آمالكم بها العلاقة أو يعني العلاقة بينكم راح تنتهي بانتصار أو التواصل بينكم راح ينتهي بانتصار لأنه هالشخص طالع من معركة منتصر فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلأ إلى إنه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة فيها انتصار وفيها أيضاً وشف وفلمنت أمنية تتحقق فأوراق كتير منيحة بصراحة نبين إنه في حدا بي حياتك حالياً يا برجل جديد عم يطالب باهتمام أكثر منك دو سمتنج فور سومون بدك تبين مشاعرك أكثر لهالشخص لأنه عم حسك أو عم شوف إنك منغلق أو منطوي على حالك كتيراً ممكن عم تتعامل مع الوضع أو مع الشخص يعني ب بأسلوب صارم أو بأسلوب شديد في أيضاً عندك 5 of actions 5 of thoughts عم بتحس بخسارة من خسارة علاقة أو عم تحس بخيبة أمل ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بتحس بـ disappointment أو بتحس بخيبة أمل ممكن من تصرفات هالشخص أو ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم فحالياً كروت النصيحة بده إياك تعرف إنه إذا في عندك قرار بدك تاخده أو موقف بدك تتبعه هلأ الوقت المناسب إنك تاخد قرار سواء كان لأنك تبين له الشخص إنك بتحبه أو بدك توضح له معلومة بدك توضح له إشي معين هلأ هو الوقت المناسب إنك تتخذ هالقرار طيب نبلش بيطاقتك أول يا برج الجديد كتير عم شوفك guarded في عندك كتير منطوي على حالك مش عم تسمح لأي حدا يفوت بحياتك أو بمجالك أو بطاقتك حتى عم شوفك أيضاً كتير معتمد على حالك ومركز كتير على الشغل أو مركز كتير على الأمور المادية بعقلك الباطني ولكن بدك بداية جديدة عم شوف أنت وهالشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالأصح ولكن أنت عم شوفك بدك صدق أكتر بالعلاقة من اللي عم يقدموا هالشخص بتشوف أنه هالشخص انت ممكن متقلب الرأي أو كتير بيغير رأيه هالشخص وانت بدك تحكي لهالشخص معلومة انت كنت مخبيها اعتراف ممكن أو بدك هالشخص يكون معك صريح جداً عم شوفك كتير معتمد على حالك وما عندك أي مشكلة إنه إذا يعني العلاقة ما نجحت أو إشي مثل هيك ما عندك مشكلة إنه عادي تكمل الوضع طبيعي أو إنك تكون مش في علاقة يعني هم شوف الستاندردس تبعك أو متطلباتك من الشخص القادم الشخص الجديد أو الشخص اللي في حياتك حالياً متطلبات عالية ممكن تكون بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك عم يحس إنه مهاجم بشأن إشي معين بالعلاقة عم يحس إنه مهاجم وعم يحس إنه في مطرح بده يدافع عن حاله أيضاً ممكن يكون بتناقض هالشخص بأبكاره الداخلية يعني ممكن يكون متقلب المزاج متقلب الرأي وعروض الحب اللي عم يقدمها لإلك أو مش متل ما أنت بدك ياها هي عروض فقط صغيرة يعني هي فقط بدايات ممكن يكون بدايات بالحديث ممكن يكون يعني إشي صغير اللي عم يقدمها لإلك وإنت عم شوفك بدك إشي أكبر من هيك فدك إشي بالأصح ملموس إشي بالفعل تعتمد عليه أو الشيء ممكن تقدر تقيسه هالشيء بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة ممكن تؤدي إلى زعلك أو عم شوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بأنك كتير انتوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن ومش عم تحكي لهالشخص عن أنت شو بدك فبينتهي الوضع إلى أنك يعني تكون أنت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على حساب حالك بأنك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لأنه عم تشوف أنه فيه أولويات أو اهتمامات أخرى أهم من هالشي ممكن يكون الشغل ممكن يكون أي شيء آخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف أو بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص كتير صارم الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها بورش جديد إنه ممكن تكون أبراج نارية أو أبراج هوائية ممكن أيضا عم تتعامل مع بورج الجوزاء وبالأخص بورج الجوزاء عاي بتوقع طاقتك هون عند هالشخص لأنه هالكرت بيتبع بورج الجديد بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف إنه كثير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة جسدية أو عم بيحس إنه روحيا مرتبط فيك مش قادر يشيلك من رأسه ولكن في المستقبل لسا العروض اللي بده يقدمها عروض صغيرة لأنه عم شوفه رح ينتقل من الفترة الحالية أو في الماضي القريب بينكم كان في هالشخص كان بيحكي كتير الكمنيكيشن بينكم كان كتير عالي ولكن في المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوي على حاله أكتر مش عم يحكي بشو هو بيحس أكتر عم يحاول يستشفي هالشخص لأنه بيحس إنه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى يكتشف أو لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوين يعني لكن عم شوفك أنت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف أنه أنت مركز كتير أو عم تحط مجهودك عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الأخرى بصراحة عم شوفك رجل جدي عم بيحس بيخيبة أمل كتير عالية من تطور العلاقة يعني بيحسوا كأنه مست أورتونيتي أو بتحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن ضاعت منكم ممكن تحس إنو هاي شخص ضاع منك